حضرتك طبعا عارفة أنه الأعراض الجانبية اللي بتيجي ما بتجيش بسبب اللقاح هي بتيجي بسبب منعتك أنت للقاح طبيعة منعتك للقاح اللقاح ده معمول بياخده إنسان سليم ما عندوش أي حاجة كان معرض أنه ياخد كورونا أي هي بقى متحورة والعادية والكلام ده فإحنا أنقذنا بأنه والله يخلينا جسمه يبقى جاهز بوجود أجسام مضادة عن طريق اللقاح اللي أخده واتفر بقى أو إيه هو نوع اللقاح اللي أخده كلهم بيعملوا الموضوع ده فإذا أنا اللي جاله أعراض جانبية أو سخن أو جاله صداع أو حصل عنده مثلا دقة قلبه زادت أو الكلام ده كله يعرف أنه ده نتيجة طبيعة المناعة بتاعته وده كان هيحصله أين كان خد نوعي يعني أنا 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 سخنت من اللقاح خدت بقى الأسترازينيكا خدت السينوفارم كان هيحصل لي نفس الأعراض ولا من واحد للتاني مع نفس الشخص تفرق السؤال أحلى لأنه هما اللقاحات مش داي بعضا فطبعا برضو في فرقات يعني اللقاحات اللي هي فايزر و جي ان جي والكلام ده دي تعتبر أدفانسد قوي فبتستخدم اللي هو الأرينيكا لكن مثلا أسترازينيكا بتستخدم اللي هو متحمل على فيكتور أو على فيروس فممكن يحصل في رؤية شوية يعني ممكن للا أعتقد اللقاح الصيني بقى حاجة تانية خالص الله ينور عليك طمام اللقاح الصيني ده اللي هو ترديشنال أو الحاجة هو التقليد اللي احنا متعرف عليه بالضبط المتعرف عليه وأنا شايف الحقيقة أنه كان ده وايس جدا وحكمة من الوزارة الصحة وهيات الدواء أنه اللي يبقى موجود بكثرة هو اللقاح صيني لأنه ده اللي احنا تعودنا عليه وده اللي احنا عارفين وضع إيه كون بقى أنه أنا ممكن عايزة أسافر برا أو عايزة أخذ لقاح معترف في أوروبا أو في أمريكا أعتقد ممكن يعني مع وجود الحاجات اللي هي زي ما سعدتك قلت في المقدمة لفايزر وكده دي هتبقى متحليل اللي هو بيسافر برا عشان معتمدة في الدول دي معايير تانية لكن الصيني معتمد في الو اتش او وده أهم حاجة لأنه من ناحية الصحية لنا لما نخده ده بيبدي الوقاء اللي احنا محتاجنا ده المهم على أنهي بقى على الصيني على أنهي كوفيد اللي في الأول ولا المتحور لأنه ده مهم يعني الصيني دلوقتي أعلن أنه هو هيبقى فيه جرعة تعزيزية تالتة هل معنى كده أنه هو وحش؟ لا هو كويس بدليل أنه فايزر دلوقتي أعلنت هي كمان أنها هتنزل جرعة تعزيزية تالتة هذا ما لهش علاقة بكويس أو مش كويس ترجمة نانسي قنقر